تحت إشراف مصري تم تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل وذلك في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام قالت حركة حماس في وقت سابق أنها سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وثلاثة طايلانديين ومواطن روسي من جانبها أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 ساجنا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية